في التوزيع الطبيعي القياسي التالي رتب ما يلي تصاعدياً أي نسبة البيانات الأقل من 1 بي نسبة البيانات الأقل من سالب 1 سي المتوسط دي الانحراف المعياري وإي نسبة البيانات الأكثر من 2 بداية بما أننا نتعامل مع توزيع طبيعي قياسي إذن المتوسط وهو ميو في هذه الحالة يساوي كم صفر وهذا مكان هنا إذن هذا هنا كم هيكون صفر هنا إذن معناها ميو اللي هو المتوسط الحساب أيضاً الانحراف المعياري اللي هو سيجما هيساوي في هذه الحالة 1 إذن وجدنا كل من المتوسط اللي هو صفر ووجدنا قيمة الانحراف المعياري كم يساوي 1 تبقى عندنا A و B و C و D السر في حسابات التوزيع الطبيعي القياسي هو الرقم الذي سأكتبه الآن 68 ثم بعد ذلك 95 وأخيراً 99 ركزوا معي إذن 68 95 99 أيضاً لا ننسى أننا في التوزيع الطبيعي على يمين الميو هيبدأ عندنا إيش اللي هو انحراف معياري 1 ثم انحراف معياري 2 ثم قيمة الانحراف معياري 3 ومن هنا طبعاً هيكون سالب 1 وهنا سالب 2 وأخيراً هنا كم عندنا سالب 3 الجزء الأول هذا اللي هو كم؟ 68% من 2 إلى سالب 2 كاملاً هيكون 95% ومن 3 إلى سالب 3 هيمثل 99 إذن هذا هو سر هذه الثلاثة الأرقام على التوزيع الطبيعي القياسي طيب نبدأ الآن نحاول نحسب أول شيء نسبة البيانات الأقل من 1 أين تقع نسبة البيانات الأقل من 1؟ هذا الواحد الأقل من 1 إذن تكون هذه كلها بالإضافة لهذا الجزء انتفقنا أن من 1 إلى سالب 1 كم يساوي؟ 68% إذن هذا الجزء انتهينا منه هيكون 68% طيب تبقى عندنا الجزء هذا إذا أخذنا من 100% 68% يعني هذا الجزء راح 68% تبقى عندنا هذا الجزء وهذا الجزء كم يساوي 100% ناقص 68% طبعاً هيكون اللي هو 32% بالمية ولاحظوا أنه يتوزع على كم؟ على جزئين إذن هذا هيكون 32% تتوزع هنا وتتوزع هنا فيكون عندنا 32% تقسيم 2% يعني كم 16% إذن هذا عبارة عن 16% ولذلك عندما نحسب البيانات هذه مع بعضها اللي هي 68% وتزيد عليها 16% كم يطلع الناتج عندنا؟ حسبوها 68 و 16 8 و 6 طبعاً 14 وهنا 70 إذن كم 84 إذن نسبة البيانات الأقل من 1 هتكون كم 84% مهم جداً كتابة البيانات هتنعرف بعد شوي السبب ثانياً المطلوب مننا الآن نسبة البيانات الأقل من سالب 1 أقل من سالب 1 هي هذا الجزء و سبق و حسبناها تذكروا هنا كم كانت؟ 16% إذن هذه سهلة يعبارة عن 16% طيب آخر واحدة عندنا حسبنا المتوسط صفر نحن في المعارب 1 نسبة البيانات الآن الأكثر من 2 في النسبة البيانات الأكثر من 2 هذا الجزء هنا هنستفيد من الرقم الثاني الذي ذكروا و اتفقنا عليه له 95% الجزء الأوسط هذا تمام هذا الجزء كم يمثل هنا دعنا نفترض أنه هذا الجزء من 2 إلى سالب 2 بـ 95% طيب كم تبقى لهذا الجزء؟ زائداً هذا الجزء مع بعض هذه الاثنين مع بعض كم تبقى لها؟ تبقى لها 5% طيب مدام أنه 5% إذن معنى الكلام هذا أنه جزئين يعني هذا بالتساوي فتقسم الخمسة على 2 يعني 2.5 إذن نسبة البيانات الأكثر من 2 هي كم؟ 2.5% طيب نجي لأنه نرتبها تصاعدياً لاحظ معاي أولاً أن 2.5% تعني فعلاً صفر فاصل نتقسم 2.5 على 100 صفر 2.5 يعني كم؟ 25 بالألف وأربعة وثمانين في المئة معناها فعلاً صفر فاصلة أربعة وثمانين من مئة وستة عشر بالمئة معناها فعلاً صفر فاصلة ستة عشر بالمئة تصاعدياً إذن نحن نبدأ من الأصغر إلى الأكبر إذن أول واحد منها يكون عندنا الصفر واحد ولا هذا الرقام أصغر رقم عندنا واضح جداً اللي هو إيش؟ المتوسط اللي هو الصفر إذن نبدأ أول شيء بالترتيب من عند الصفر بعد ذلك هيكون مين اللي هو نسبة البيانات الأكثر من اثنين اللي كم تساوي صفر فاصلة صفر اثنين خمسة يعني خمسة وعشرين بالألف طيب بعد ذلك مين هي يجي دور اللي هو نسبة البيانات الأقل من سالة بعد ذلك ستة عشر بالمئة إذن ستة عشر بالمئة بعد بعد ذلك هيكون عندنا اللي هي نسبة البيانات الأقل من كم من واحد اللي هي كم اربعة وثمانين من مئة وأخيرا هيكون حراف المعيار اللي هو كم عندنا واحد وهذا هو الترتيب شكرا